هنروح لنجمة التنس نجمة منتخب مصر والنادي الاهلي مايار شريف اللي لعبت بطولة رولانجاروس وحققت فيها انجاز تاريخي كأول مصرية تفوز بأي مباراة في رولانجاروس يمكن كان في مصريات كثيرات تأهلنا لهذه البطولة ولكن لم يفوزنا بأي مطشط فيها ولكن مايار استطاعت انبارح انها تفوز في مباراة كبيرة ولكن للأسف بعد مباراة انبارح تعرضت لإصابة قوية وهي شرخ في القدم وخليها النهاردة تنسحب ميارة تصابت زي ما قلت لحضراتكم في المطش بتاع انبارح ما فازت على بطل أوكرانيا بمجمعتين اللي ما فيش كانت مفروض ميارة تلعب النهاردة الدور التاني من بكرة الدور التاني وكانت تلعب كمان زوجي المختلط ولكن للأسف للأسف أصيبت والإصابة هتقعد من 6 ل 8 أسابيع كل الشفاء وكل التمنيات بالشفاء السريع لميار الشريف ميار شريف دخلت من أحسن 50 لعبة على مستوى العالم وكنا نتمنى يعني الإصابة دي ممكن أتعطلها شوية ولكن هي يعني زوء إرادة فلازية وإن شاء الله نتمنى أن نتحقق إنجاز أنس جابر لعبة تونس الحقيقة اللي نجحت إنها كون من توب 8 بلايرز على مستوى العالم إن شاء الله ميار ماشية بنفس الخطأ يمكن إحنا كنا متابعين أنس أنس كانت من أول 150 لعبة بعد كده بقت من أول 100 بعد كده دخلت 70-80 بعد كده وصلت توب 50 بعد كده وصلت دلوقتي بقت من أهم 8 لعبات في العالم كده الحقيقة نكون خلصنا أخبارنا المحلية